بسم الله الرحمن الرحيم التعليمات العامة للعمل في المختبر يقدمها الدكتور عيد إبراهيم ريمة قسم الكيمية تخصص كيمة تحليلية هذه المحاضرة تخص كلية العلوم سلاسة شعب أو أقسام كيمية قسم الكيمية وقسم الأحياء وقسم الفيزياء ونتابع مع بعض تفاصيل السلامة في المختبرات المذكور في البداية ستكون مقدمة بشكل عام عن السلامة وبما أن هذه المحاضرة أو هذا الفيديو نتكلم عن السلامة بشكل عام وأيام هذه كورونا حمان الله وحمل الجميع ساعد في إيقاف تفشي كورونا ويمكن الكثير مننا يعرف هذه الخطوات أفعل ماذا أفعل؟ الأيدي أقسل يديك باستمرار المرفق عند السعاء أغطي فمك بمرفقك طبعا هذه الزمان لما يكون ما في الكمامات الماسك هذا الآن في الماسك وطبعا ننصح بلبس الكمامة الوجه لا تلمس وجهك طبعا يداك متسختان التباعد الاجتماعي وابتعد مسافة 2 متر لما تكون داخل المعملة أو حتى خالي ذلك في أماكن مزحمة وإذا شعرت بأي أعراض خليك بالبيت وهذا أهم شيء لا تلمس عيناك ما زالا نفعل إنه لا تلمس عينيك وأنفك وفمك إذا كان يداك متسخة أو لمس بها مكان تشك إنه يكون ملوس طبعا من الاحترازات لكورونا داخل المعمل أيضا أول حاجة قياس دريقة الحرارة هذا من الباب الرئيسي معروف هذه الإجراءات المتخزة هنا عندنا في جاعة الملخ خالد أقسل يديك ألبس الكمامة تماما استخدم المعقم وهذا بشكل طبيعي إذا كنت داخل المعمل أو خارج وأترك مسافة 2 متر من زميلك أثناء العمل داخل المعمل إذن الجزء العام يخص كلية العلوم قسم الكيمة والفيزيو والأحياء قدمنا الشريحة السابقة عن الكورونا بشكل عام والإجراءات الاحترازية اللي منعتفش كورونا لماذا السلامة؟ هذا سؤال يطرح بشكل أساسي أن السلامة أولا لأنه لا ضرر ولا ضرر لا ضرر ولا ضرر لا ضرر ولا ضرر السلامة دائما مبنية على هذا الأساس أنه لا ضرر لا ضرر يعني لا الضرر نفسك ولا الضرر غيرك عشان كده يجب أن يكون هناك سلامه أمام في أماكن العمل في كل مكان عمل وخاصة أننا في المختبرات يجب أن تهيأ الأماكن أو المعامل تكون آمنة فالسلامة أولا أنه بعد ذلك الشخص يبدأ يعمل في المعمل طيب إذن عندنا هنا لماذا السلامة؟ نرى بعض الأشياء طبعا لضرورة هذه سلامة بيئة العمل هي المطلوبة أولا قبل العمل نفسه هذا المهم هذا أهم شيء عندنا لماذا السلامة في المعمل حوادث المعامل غير متوقعة طبعا في أي وقت ممكن يكون فيه حيث قد تؤدي إلى أضرار بالغة طبعا أضرار يعني تكون مستديمة أحيانا لبس أدوات السلامة سوف يقلل من الحوادث شدتها وهو لبس أدوات السلامة نقصدها اللي هو البي بي اي البيرسون البروتكتيب اكوكيب ميت أو الأدوات السلامة للحماية الشخصية المواد الكهربية والمعدات الكهربية هي مصدر خطر أيضا داخل المعامل وهذا يجب أن ننتبه إليه في الشكل جيد ويجب التعامل معها حسب إرشادات السلامة باتباعات إجراءات السلامة يمكن المساعدة في الحد ركزوا معاي هنا في الحد من المخاطر أو عدم حدوثها وبالتالي إذن شوفنا هنا في المعامل مصدر الخطر المواد الكهربية والمواد الكيميائية والآخر فبالتالي لبسنا للبي بي اي البيرسون البروتكتيب اكوكيب ميت أو المواد الحامية الشخصية تحمينا ولكن يمكن تحد من الخطر الذي يمكن أن يقع علينا إذن الآن نمر على بعض الحوادث ونشوف لماذا السلامة طبعا إذا لم نحترز ولم نتبع الإرشادات هذا مثال لواحد من الأمثلة وقع في المعامل ويمكن في أماكن من جامعات معروفة ومشهورة ولكن عند عدم اتباع إجراءات السلامة بشكل سليم أيضا نشوف هنا حادثة حريق قليل وهنا حادثة انفجار لبعض القوارير أو هنا بشكل واضح يبقى هنا إذن حتى في الفيوم هود ما سلم في حريقة إذن عدم اتباع إجراءات السلامة حيؤدي إلى هذه الأشياء حتى لو فلكن اتباع إجراءات السلامة يجب أن يحمينه من هذه ويحد من هذه نوعية الحرائق ويقلل من هذه الخسائر التي تكون خسائر بشرية أو خسائر مادية فبالتالي النتيجة بعدم اتباع إجراءات السلامة النتيجة بتكون جدا غير حميدة وبيتكون إذا كانت أضرار بتكون بالغة جدا ويمكن تكون أضرار أو عاهات مستديمة والفقد الإقصال سيكون كبير فلذا اتباع إجراءات السلامة مهم جدا هذه أمثلة أيضا شفنا هذه وشفنا قبل شوية سيكون لها نعطي أمثلة عشان يكون في توعية للطلباء في داخل المعمل أو الزائرين أو أعضاء هدريسة بيكونوا موجودين إذا حصلت حاجة فتبقى كارثة فبالتالي مهم جدا اتباع إجراءات السلامة بالشكل الموجود للحد من هذه العمل إذا إصابات المعمل يعني إذا ما تبع إجراءات السلامة بالشكل الصحيح بتكون في إصابات في المعامل أو بشكل عام شوفوا هنا الحروق هذه شوفوا العين هنا هذه كلها أشياء بالشكل يعني عام بتحصل للإنسان وهذه أمثلة من الإصابات التي حدست الناس تشوفها عشان الوعي يزيد في هذا الاتجاه إنه نعرف لماذا نتبع إجراءات السلامة طبعا لسلامتنا أو لسلامة القير كذلك طبعا لما أنا أتبع إجراءات السلامة نحمي نفسي وأيضا نحمي غيري في داخل المعمل وهذا قلنا مبدأ لا ضرر ولا ضرار هذا المبدأ الأساسي بالنسبة للسلامة ونرى نشوفه هنا على الأقل هذا الشخص لابس البالتو بشكل آخر ولكن نوعا ما حماية حدد من الضر إذا كان ما في لبس هنا يكون في ضرر أكثر إذن نشوف أيضا هذه حروق بشكل واضح يبقى مسألة إجراءات السلامة مهمة جدا وإتباحها فهذه حماية لأفسنا وحماية النفس هي الأولوية أكثر مقصاد إذن هذا أيضا حريق ببعض الحاجات التي حصلت في المعامل وهذا لا نرى لا نرغب أن نرى هذه الأشياء تحصل فيجب أن نتبع إجراءات السلام بالشكل الصحيح